بعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب في النيجر يبدو أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة باتت شبهة مستحيلة مع بدء تبلور ملامح المرحلة الانتقالية فما تفاصيل هذه الفترة أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الرحمن تشياني أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات وقال في خطاب تلفزيوني أن طموح المجلس العسكري في النيجر ليس مصادرة السلطة في الوقت نفسه أوضح تشياني أن المجلس العسكري يطبق أجندته الخاصة وأعلن عن إطلاق حوار وطني لوضع مقترحات ملموسة لإرساء أسس الحياة الدستورية الجديدة خلال ثلاثين يوما أما أمنيا فأكد المسؤول العسكري النيجيري في خطابه أنه لا قادة المجلس ولا شعب النيجر يريدون الحرب ويظلون منفتحين على الحوار لكن في الوقت نفسه حذر من أن النيجر مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تطلب الأمر ذلك وأضاف أنه إذا تم شن عدوان ضد نيامي فالأمر لن يكون مثل النزهة في الحديقة وفق تعبير تشياني بعد أكثر من أسبوع من الانقلاب تحديدا في السابع من الشهر الجاري لجأ المجلس العسكري إلى تعين وزير المالية السابق علي مهامان لمينزين رئيسا جديدا للوزراء وكان ذلك أول خطوة في المرحلة الانتقالية للحكم بعدها بيومين تم تشكيل مجلس وزراء انتقالي مكون من 21 وزيرا بينهم ضباط جيش ومدنيون وساهمت في هذه الحكومة في تهيئة الأجواء لاستقبال وفدي كواس في نيامي وبدأ عملية الحوار مع المجلس العسكري في المحصلة يبدو أن المجلس العسكري يحظى بدعم شعبي في نقطة مقاومة الضغوط الخارجية والوقوف في وجه أي تدخل عسكري في البلاد فهل ستحظى خارطة الطريق التي اقترحها المجلس بالدعم نفسه